موسيقى حياكم والله مشاهدين الكرام وإلى نشرة الرياضية مفصلة نستهلها بالعناويل منتخبنا الوطني يكثف تدريبات لمواجهة سوريا في تصفيات مونديال قطر وانلمهن يعلن غياب الجمهور عن المباراة موسيقى أبرزها لقاء القوة الجوية مع نفط ميسان اليوم ثماني مواجهات ضمن الدوري الاثنين وثلاثين من بطولة كأس العراق موسيقى لجنة كرة الصلاة في اتحاد الكرة تسحب قرعة دوري ممتاز إلى تفاصيل النشرة كثف المنتخب الوطني لكرة القدم في ثاني وحصة له تدريباته بعد اكتمال صفوفه بتواجد 27 لعبا على ملعب حمد الكبير الخاص بالنادي العربي في الدوحة استعداد لمواجهة سوريا ضمن إطار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وركز الجهاز الفني ثاني الوحدة التدريبية على جوانب الخططية بغية الوصول إلى التشكيلة الأمثل والتي ستخوض لقاء سوريا وأوضح طبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار أن الفريق لا يعاني من أي إصابات ما عدا كدمات خفيفة لكل من شيركو كريم ومحمد علي عبود وربين سولاقة وتمت معالجتها من قبل الجهاز الطبي ولن تؤثر على مشاركتهم في المباراة المقبلة من جهته قال لاعب المنتخب الوطني محمد قاسم إن استعدادات المنتخب جيدة وجميع اللاعبين على أتم الجهازية خاصة بعد وصول المحترفين واكتمال الصفوف ونتطلع معا إلى تقديم أداء جيد يحكس سمعة الكرة العراقية فيما أكد زميله علي الحمدية الذي عبر عن سعادته لتواجده للمرة الأولى مع المنتخب الوطني حيث قال إن مواجهة سوريا في غاية الأهمية وأن جميع اللاعبين مصممون على تحقيق الفوز مشيرا أن شعار البعثة هو النصر ولا شيء سوء من أجل إسعاد الجماهير العراقية وتعزيز أمل التأهل إلى مونديال قطر من جانبه ذكر المدير والإدارة للمنتخب الوطني غيثم هنى أن مباراة أمام المنتخب السوري ستقام من دون حضور الجماهير على الرغم من مفاتحة الاتحاد العراقي لكرة القدم الاتحادين الأسوي والقطري لكن الاتحاد لم يتنقى أي رد رسمي من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات الصحية في دولة قطر حيث تعد هي المسؤولة عن منح تصريح موافقة دخول الجماهير وأضاف المهنى أن المؤتمر الصحفي للمدير بديك أدفوكاتا وبحضور لاعب المنتخب الوطني محمد علي عبود سيكون اليوم في الساعة الخامسة والربع على ملعب ثاني بن جاسم ملعب الغرافة أعلن لاعب المنتخب الوطني مهند علي ميمي أن تواجده في تدريبات المنتخب الوطني بالرغم من إصابته لغرض دعم زملائه اللاعبين فيما أعلن لاعب دولي علي حسين الرحيمة أنه سيتواجد في المبارات المنتخب كمشجع للمنتخب الوطني وجه عدد من الشخصيات الرياضية رسائل الدعم والمساندة للمنتخب الوطني في السراء والضراء حتى آخر المنافسة بضرورة تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة أقول يعني المنتخب الوطني هو متخب كل العراق عليه كلاعبين أن يتذكرون هذا الكلام وأن يعرف أنهم يعون مدى مسؤولية هذه المباريات وكل أمل بهم إن شاء الله في المرحلة القادمة أن يعوضون ما فاتم في المباريات السابقة وأيضاً الزام على كل العراقيين دعم المنتخب الوطني في المباريات القادمة في سبيل تحقيق حلم الشارع الرياضي ورسط الرياضي هو تأهننا إلى كأس العالم وأنا أقول هذا استقاق للعراق أعتقد هذه المباريات ستكون فاصلة جداً لأن المنتخب الوطني وضع نفسه في عمق الزجاجة فأمنياتي أنه بهذه المباريات يتجاوز منتخب الوطني بنتيجة جيدة حتى حقيقة نتمنى لها التوفيق نتمنى لها النتائج جيدة لأسباب كثيرة ومن أهم الأسباب أنه انتعاشر يا ضمرات يكون من خلال كرة القدم لجماهريتها لنظرة المسؤول لنتائج كرة القدم فنتمنى حقيقة يعني أولاً لرفع عالم العراق عالياً لسمعة البلد نتمنى أنه المنتخب حقيق نتيجة في هذه المباريات وأعتقد النتيجة مو صعبة يعني تحقيقها لكون أنه هناك تكافو أو كفضلية للمنتخب العراقي فنتمنى من كل قلبنا أنه إن شاء الله النتيجة تكون جيدة لصالح العراق العراق أمان به عناكم عليكم أن لا تستمعون لأي شخص العراق فوق الجميع وما يهمنا أي شخص المهم أنه أنتم تفوزون وترفعون من شأنكم وترفعون من شأن بلدكم والفترة الماضية كبوة ولكل حسان كبوة الفرصة الأخيرة للفريقين حتى يستمرون لازم ما عد من عدهم يفوز هذه المباراة أما العراق إن شاء الله اللي هي أمنياتنا لأن يتغلى في هذه المباراة يعني ثلاث نقاط مهمة راح تعيد الثقة للشارع تعيد الثقة لللاعبين للمدربين يتثقت كل الناس باللاعبين وهذا اللي ما نتمنى نفس الوقت طرف الآخر فريق السوري أيضا هو في قاع الترتيب وأيضا يبحث عن طوق نجاة نتمنى أن لا يكون من المنتخب الوطني فريق المنتخب السوري فريق جيد يمتلك لاعبين جيدين يعني بيه نقاط قوة بيه نقاط ضعف يعني الخط الأمامي يجب أن نحسب له حسابات عديدة وقراءة المباراة بشكل جيد وخاصة أن يمتلكوا اللاعبين هدافين طبعا أمنياتنا القلبية ودعواتنا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني برغم صعوبة هاي المباراة نتمنى من الكادر التدريبي اختيار اللاعبين التجاهزين واختيار الأسلوب والخطة اللي نقدر نجار بيها المنتخب السوري اللي يتفوق علينا بنقطتين النقطة الأولى أنه راح يتحفزون أكثر لأن منطين آخر شنس للمدرب نزار محروس فأكيد راح يجمعون قواهم راح يتهيئون نفسيا وبدنيا ويهتمون هاي المباراة بينا رئيس الاتحاد العراقية سابق عبدالخالق مسعود في تصريح للعراقية الرياضية أن يونس محمود يفتقد إلى الخبرة الإدارية ويجب عليه أن يركز على تصريحاته لوسائل الإعلام منتخب ليس بمستوى المطلوب مستوى الشارع العراقي مراضي على نتائج منتخبنا كل يتعمل السبب تغيير المدرب ما كان في وقتها استعجلوا بتردين المدرب كنت عني كان ماشي مع الفريق ويعرف مستوى اللاعبين ولكن مع أسف الشديد تم تغيير المدرب هذا جزء كبير يتعملها اللي كانت هي تطبيئية أو كابتر عدنان درجال إذا كان لديه إيد يونس لعب كبير ولكن خبرة إيدالية قليلة ما عندها خبرة إيدالية أتمنى أن يركز على تصريعات كابتن يونس لأنه ما من المعقول أنت تقول أنا الآن نخطط 2030 2030 بعيد الآن أنا في تصريحات كأس العالم من المفترض أن يكون أن يصر نشتهد للأمر إلى المرحلة القادمة وأيضا سعود إلى كأس العالم 2026 أتبو كان مدرب كبير في عالم التدريب ولكن عدم تواجده في العراق هو أعتقد خلال كبير أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا المنتخبة الوطنية العراق للشباب في مجموعة متوازنة ووضعت القرعة منتخبة الشباب إلى جانب البحرين واليمن وفلسطين والكويت فيما ضمت المجموعة وثانية منتخبات لبنان وسوريا والأردن بالإضافة إلى الإمارات وقرر اتحاد غرب آسيا إقامة مباريات المجموعة الأولى في محافظة البصرة على أن تقام مباريات المجموعة الثانية المباراة النهائية أجواء مثالية وتحضير يليق بمنتخب الأمل كما يسميه القائمين عليه كيف لا وهم يرون أنفسهم في عيون ليوثي اليوم وكأنهم يستعيدون ذكرياتهم حينما مثلوا منتخب الشباب بالأمس الذي كان أول محطة لانطلاقة نجوميتهم لهذا ترى الألفة واضحة بفريقنا الشبابي الذي كثف استعداده لغرب آسيا التي ستحتضنها البصرة وأربيل من خلال معسكر ناجح بتونس وآخر في الفيحاء الذي سبقه تحضيرا مركزا في الشعب الدولي اللاعبين معنوياتهم عالية جدا الجاهزية يعني الآن بدت تكتمل إن شاء الله بعض اللاعبين الآن هم مشاركين بالدوري إن شاء الله يا ربي نقدر نحقق فتشي بهذا المنتخب اللي نعتبره منتخب الأمل لأن هذا تعرف المنتخب الوحيد اللي الآن يعني من سنوات منتخب شباب العراق خالي من التزوير من دور الشباب حصرا يعني اللاعبين اللي استقطابناهم جميعا الآن صار لديهم يعني نوع من نوعية التمرين الجيد اللي اللي تمرنا خلال هاي الفترة قرأة البطولة أسفرت عن ترأسنا للمجموعة الأولى التي سيكون بجانبنا فيها منتخبات البحرين واليمن وفلسطين والكويت وهو اختبار جديد لجهاز الفني والمنتخب الشاب الذي سيعول على استثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل التتويج باللقب كهدف قريب أما الهدف الأسمى هو بناء جيل يكون أمل العراق الكروي مستقبلا الناس ترسم خطط مستقبلية لفريقها لمنتخباتها أكو طويلة أكو متوسطة أكو قريبة فإحنا ما جاي نرسم نفسنا خطط يعني إذا كانت على مستوى الاندي أو على مستوى المنتخبات أما بالنسبة أننا رسمنا خطة طويلة وخطة متوسطة لهذا المنتخب يعني من كنا مع منتخب الناشر منتخب الشباب إن شاء الله رح نجني ثمارها مع منتخب الشباب إن شاء الله رح نجني ثمار ممتازة مع منتخب الأولمبي لأربع سنوات القادمة ومع المنتخب الوطني إن شاء الله للسلس سنوات القادمة إن شاء الله تخذيرات الممتازة ونأخذ البطولة إن شاء الله العشرون من الشهر الجاري سيكون شاهدا على استعداد منتخب الشباب فهو يوم افتتاح البطولة التي ستكون حفلة تعارف بين مواهبنا ومستقبل الكرة العراقية العراقية الرياضية أرشد العطار وفي قرعة الناشئين يلاقي منتخبنا الوطني منتخباء السعودية ولبنان في المجموعة الأولى ضمن بطولة غرب آسيا فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات سوريا وفلسطين والإمارات وأوقعت القرعة منتخبات البحرين واليمن والأردن في المجموعة الثالثة هذا وستقام البطولة في المملكة العربية السعودية من الخامس إلى الخامس عشر من كانون الأول المقبل بلغ فريق زاخو دورة ستة عشر لبطولة كأس العراق بعد فوزها على الطلبة بفارق ركلات الترجيحة ولم يفلح الفريقان بهذه الشباك طوال وقت المباراة ليتحكم الفريقان لضربات لركلات الترجيحة التي أسفرت عن فوز زاخو بثماني مقابل سبع ركلات وفي مباراة أخرى نجح فريق نفط الوسط من بلغ دور ستة عشر بعد فوزها على الديوانية بفارق ركلات الترجيح ثلاثة لواحدة فيما تأهل الكرخ إلى دور ذاته بعد فوزها على الميناء بهدفين مقابل هدف واحد تستكمل اليوم مباريات دور الاثنين وثلاثين من بطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة ثمان مواجهات حيث يلتقي الشرطة بفريق الصوفية على ملعب الصناعة فيما يستقبل الديالة فريق سامرة على ملعب الأول بينما يواجه المثنى فريق نفط البصرة ويلعب نوروز فريق النفط ويلتقي أصحاب الأرض أمانة بغداد فريق سوق الشيوخة ويلاعب مصاف الجنوب فريق الصناعة فيما يستضيف فريق القوة الجوية على ملعبه فريق نفط ميسان ويحل فريق الرمادي ضيفا على أربيل في اللقاء الذي سيقام على ملعب فرانسوى حريري أكمل فريق القوة الجوية استعداداته لملاقات فريق نفط ميسان ضمن منافسات دور الاثنين وثلاثين من بطولة كأس العراق المزيد مع عماد ركابي تحت قيادة جديدة يدخل القوة الجوية مبارته الأولى في بطولة كأس العراق وهو يسعى للدفاع عن لقبه أمام نفط ميسان أكيد غياب أكثر من لاعبي أثر على أي فريق لكن اسم مكرانة القوة الجوية يعني تجعل فرصة لأي لاعب يلعب أن يكون هو عنصر مؤثر داخل الفريق اللي يريد ينافس على هايش بطولات خياراته يجب أن تكون يعني دقيقة وأعتقد ما موجود من كفاءات داخل الفريق ولاعبين ممكن أن يكونوا النجوم يعوضون الأخوان اللي بالمنتخب ثقتنا كبيرة بهم وثقتنا كبيرة بالجمهور أكيد هذا الشيء هذا من صالحنا الحمد لله وشكر فريق الملعب هذا متحود عليه ما شاء الله يعني الفريق باركة بالموجودين عدنا تدري يعني اسماء ما شاء الله من منتخب الوطني بس أكيد هم موجودين اسماء قوية واسماء لها ثقلها بالدوري نتمنى إن شاء الله يوفق الجميع وأكيد تكون بداية خير للكادر اللي يجا والكادر همان إنسان اللي راح إن شاء الله أتمنى لهم كل الخير المباراة لا تخلو من الصعوبة فالفرق الزمني ليس بالكافي لجهاز الفن الجديد من أجل التعرف أكثر على مستويات اللعبين البدلاء سيما مع غياب أكثر من نصف تشكيلة دولية بسبب الارتباط مع المنتخب الوطني الأول مباراة تسقيطية مباراة تنتي يعني ما تبحث عن التعادل وكل الفرق وتنتي ممكن إذا تخرت تعادل تنتي بركات الجزاء الترجهية طبعا فريق القوجة وبطل الكيس يعني رحلة الدفاع عن اللقب تبدأ يوم قد مع نفط ميسان الفريق إن شاء الله جاهز الفريق بيعناصر شابة جيدة بلاعبين خبرة وقادرين أعتقد على أنه يتخطون يعني هذه المباراة وصولا إلى دور الست عشر دور الثمانة ودور نصف النهائي وحتى للنهائي الفريق جاهز عندنا مجموعة من اللاعبين الشباب إن شاء الله بعد استلامنا المهمة مع الوهدة التدريبية الأخيرة قبل المباراة نفط ميسان مثل ما تعرف تحولت المباراة من ملعب الشعب الملعبنا هذا شيء إيجابي إنه نقطة إيجابية إنه داخل ملعبنا وبين جمهورنا وإن شاء الله نتيجة إيجابية سلاح الأرض والجمهور هو النقطة الأهم التي سيلعب عليها القوة الجوية مع وجود دافع معنوي للعبين البدلة لإثبات ذاتهم مع الجهاز الفن الجديد بقيادة راضي شنشل عمد ركابي العراقي الرياضية هذا وأكد مدرب القوة الجوية راضي شنشل أن مهمته مع الفريق ليست سهلة وقرار قبوله جاء بعد جدية الإدارة في التعامل معه العمل التدريب مهنة التدريب هي بها الضغوطات الفرق الجمهوري هذا وضحم وهذا يقول علي بيئة العمل في هذه الانديهاي فعليك أنه تتأقلم مع هذه العملية تتحمل الانتقادات تتحمل الضغوطات النفسية تتحمل النتائج وتكون أنت أول من يتصدي هذه الأمور أتمنى على الجمهور طبعا أن يكون عامل مساعد حقيقة مع الكابتين أحمد كانت الضغوطات غير طبيعية لأن حب النادي وتضحي للنادي تبدي من الجمهور والكادر التدريبي واللاعبين والإدارة فعلى جميع هذه الحلقات تجتمع في سبيل أنه يرجع وضع القوات الجوية إلى وضع الطبيعي وفي الطرف المقابل يبحث فريق نفط ميسان عن خطف بطاقة التأهل من فريق القوات الجوية وبلوغ دوري 16 طبعا بدون شك مباراة مهمة لأنه مثل ما تربطوك الكيس تختلف اختلاف كبير عن بطاقة الدوري المفاجئات بيها واردة لأنه يعني إذا تستذكر كثير من الفرق صادت للنهائي وهي غير محسوبة لذلك حساباتنا ستكون دقيقة بكرة مع فريق الجوية رغم أنه فريق الجوية رح يلعب بأرضه وأمام جماهيرة لكنه كرة القدم هي أم المفاجأة فريقنا جاهز ومستعد للمباراة وإن شاء الله ننتظر عدنا اللاعب عباس بديع غايب نتيجة الإصابة وعدنا اللاعب أيضا فلاح مصاب لكن مع هذا البركة الموجودين إن شاء الله يقدموا الأداء المرجو في مباراة بكرة ما تعرف يعني فريق الجوية فريق عريق ماضية كبير كرة القدم والمباراة ملعبة بس نحن كفريق طموح إن شاء الله عازمين إن شاء الله بواجر على الفوز إن شاء الله بجهود اللاعبين إن شاء الله اللي يجي من الله ومفاجئ إن شاء الله شكرا نستعد لنا استعدادات جيدة إن شاء الله وإن شاء الله مثل ما تعرفات المباراة ما عدنا غيابات والفريق جاهز وإن شاء الله نحسن المباراة إن شاء الله يواصل فريق والنجف تدريباته تحضير للقاء الدربي أمام كربلاظ من الدوري الـ 32 من بطولة كأس العراق بعد أن حقق العلامة الكاملة في مباراته أمام نفط الوسط في دور الكرة الممتاز النجف يدخل متسلحا لمواجهة كربلاء ضمن بطولة كأس العراقي في مباراة وصفت بدير بالفرات الأوسط وعين الفريق على كسب المباراة والتأهل إلى المرحلة القادمة استعدادات نجاري المباراة نادي كربلاء في كربلاء بطولة الكأس لا تقل أهمية عن الدوري وفريقنا ونادينا باعتبارها مباراة مهمة وحاسبي لها إن شاء الله حساب ونتكلم إحنا مع اللاعبين على هذه المباراة أكيد يعني بعد كسب الثقة يمكن الفوز على فريق نفط الوسط قدر الفريق أن يأخذ ثقة المباراة الكيس أكيد فريق كربلاء فريق موسهل لازم نعدل عدل هذا الفريق بطولة الكيس أكيد بطولة مهمة إن شاء الله إحنا كلاعبين يعني استعداداتنا أكيد استعدادات جيدة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لاعب النجفي أكدوا أن صفحة الإخفاقات التي رافقت الفريق في بداية الموسم قطوية مشيرين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الملاك التدريبي لتحقيق الانتصارات المتتالية التي تزيد من حماس اللاعبين ليقدموا أداء يلبي طموحة جماهير الحمد لله وشكر استعداداتنا جيدة جدا كانت عندنا راحة بعد مباراة نفط الوسط واليوم ادربنا يعني ثاني وحدة تدريبية مباراة كربلة استعدنا لها استعدادات جيدة هي بطولة مهمة بالنسبة للنادي وجماهير نادي النجف إن شاء الله نتمنى التوفيق من رب العالمين إنه يوفقنا بهذه المباراة نادي كربلة من النوادي الممتازة بالدور العراقي مدرب النجف أكد جهوزية الفريق لخوض المباراة أمام نادي لا يستهان به مشيرا إلى بدل قصارة جهود لتقديم أداء يليقوا بغزلان البادية أعتقد هاي المباراة يعني راح تكون شوية بهندية لأن يعني مع التعتبر مثل الدير بي المحافظات كربلة يعني من قبل يعني نعرفها الدير بي بين المحافظتين ويعني نادي كربلة الآن يمر بيعني وضعية جيدة نصدر أعتقد مجموعته وإن شاء الله بس فريقنا عازم على هذا الشيء ويحقق النتيجة بعد يعني الحمد لله الفوز اللي حققناه في بطولة يعني الدوري مع النفط الوساط وإن شاء الله الفريق يعني الكل جاهز هنا من النجف الأشرف أيمن أحمد العراقية الرياضية عقدت الهيئة والإدارية الجديدة لنادي أربيل الرياضية والأجثمع لها لتسمية الرئيس ولعبيه وبحضور محافظة أربيل الأوميد خوشنو ونائب مدير عام رياضته في المحافظة محمود عزيزة وقال مرسل العراقي الرياضي أنه تم تسمية وليد عرب رئيسا للنادي وصلاح الدين سيامند نائبا أول للرئيس ومحمد خوشنو نائبا ثانيا بالإضافة إلى طه قادر أمينا للسر وآل ددوان أمينا ماليا وتمت أيضا تسمية أحمد شكور وددار حامد وموافق يونس أعضاء في الهيئة الإدارية الجديدة أشكر الهيئة العامة التي اقتنعوا بنا وأنتونا الصوت وإن شاء الله سنكون بخدمة النادي أربيل وسنكون بخدمة اللاعبين وخدمة الإدارة وخدمة الجماهير النادي أربيل خاصة عن اقتصاصي كتائرة وإن شاء الله أخدمت كرة الطائرة العراقية عامة وطائرة النادي أربيل خاصة منوكو أفرد كتاكا أفرد بوملير أنا الرياضية الوحيدة التي رشحت للانتخابات أشكر جميع أعضاء الهيئة العامة الذين صوتوا لي سأحاول أن أخدم النادي رفقة زملائي وتحديدا الرياضة النسوية في نادي أربيل لدينا خطط مستقبلية لإنهاء كل المشاكل التي رافقت نادي أربيل في الأونة الأخيرة أول خطط يكون الجماهر نادي أربيل سيصالح ويرجعون مثل ما قبل وعندنا هواية تقديد للمستقبلية وإن شاء الله بالأيام الجاية راح تشوفون نحن تركنا عمل فني وإن شاء الله نتواجد بالإدارة وحتى نخدم المدربين واللاعبين والرياضين في أربيل أكيد قبل ما نجي للانتخابات كان عندنا برنامج وهي برنامج أكيد تختيب النادي وتختيب جماهر نادي أربيل إن شاء الله باشر إحنا عندنا اجتماع إن شاء الله نوزع المناصب إن شاء الله بالإجتماع إن شاء الله راح نوزع المناصب وبعدين راح تكون مهمتنا أصعب صراحة لأننا نادي أربيل تمر بالظروف يعني صراحة أنا أعتقد الظروف قاسية إن شاء الله إحنا عندنا يعني كونتاكت مباشر ويالحكومة ويالجهات المختصة إن شاء الله راح تكون راح تجي دعم مباشر للنادي لحد الآن هو إحنا كل الزملائي بصراحة يعني إحنا اليوم طلعنا سبعة لحنا من مجموعة تساة طلعنا سبعة إن شاء الله ما ماكو فرق صراحة الآن لو كابتن صلاح الدين لو كابتن أحمد كابتن وليد أي واحد منهم يعني هما كابتن ديدار حامل كابتن موفق يعني هما كلهم أهلين رئيس نادي صراحة ما عندنا مشاكل آني لو أي واحد منهم نشوف رئيس نادي جديد أم راح يتم البقاء أتمنى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أعلن عبد الله مجيد رئيس نادي أربيل الرياضي تنازله عن رئاسة النادي دون أن يوضح الأسباب التي دفعته لذلك وبالرغم من فوزه في الانتخابات التي أقيمت قبل أيام إلا أن القائمة المنافسة له في الانتخابات حصلت على أغلب مقاعد عضوية الهيئة الإدارية في النادي مما قلل فرصة استمراره على الكرسي الرئاسة للفترة المقبلة يذكر أن عبد الله مجيد ترأس نادي أربيل الرياضي لمدة 16 عاما أشكر الهيئة العامة لثقة بي في خلال هذه الانتخابات طلعت أول على المجموعة أكيد هذا يدل على أنه أنا اشتغلت خلال هالفترة والهيئة العامة راضي من عندي أشكر الجمهور نادي أربيل وأشكر لاعبين والكادر التدريبي خلال هالفترة اللي اشتغل معاي أكيد أكيد شفنا خلال هالفترة أيام حلوة وأيام صعبة لكن هاي مسير رياضية أنا أتمنى خلال هالفترة اللي خدمنا قدرنا أن نرضي جمهور نادي أربيل وأيضا أتمنى للهيئة الجديدة أن يقوم بالواجبه أن يقدر يحصل على نتائج أحسن اللي احنا حصلنا عليها إن شاء الله إن شاء الله نشوفهم في أحسن الأحوال وأحسن إنجازات وأشكر جمهور نادي أربيل وأشكر اللاعبين وأشكر الرجال الأمن وأيضا رجال الصحة اللي دائما شاموا يا نادي أربيل وأتمنى لللاعبين والكادر التدريبي وأيضا للهيئة الجديدة أتمنى أن يكون إن شاء الله جايد وكون أفضل وأحسن إن شاء الله دائما أشوف أربيل في القمة أجرت لجنة والمسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم قرعتها دوري الممتاز لكرة الصلاة للموسم 2021-2022 وأسفرت قرعة الجولة الأولى عن مواجهة نفط الوسط مع الجنوب ونفط البصرة مع الجيشها والضفر مع غاز الجنوب والمرور مع الشرقية والمصافي مع أمانة بغداد وشرطة مع الجنسية وكان نفط الوسط قد توجه بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة الصلاة للموسم 2020-2021 واختمت في مسمح الشعب الأولمبي بطولة العراقي للسباحة الباراليمبية بمشاركة واسعة من أندية ولجان المحافظات حيث تسيد فريق الحجد الشعبي البطولة اللجنة الباراليمبية فقدت الكثير من عناصرها الكفوة في الآوينة الأخيرة لكنها بقيت على نهجها تسير بإقامة البطولات الخاصة باتحاداتها من أجل البقاء بنفس الروحية العالية التي يمتلكها كل لاعبها وهذا ما كان واضحا في جميع المنافسات ومن ضمنها بطولة العراقي للسباحة الباراليمبية بمشاركة 13 فريقا بين أندية ولجان فرعية شكلوا عوامل النجاح فيها رغم غياب رئيس اتحادها هاشم فرز لأسباب صحية نحن أستاذ هاشم موجود بياناتنا إن شاء الله ونتمنى للشفاء العاجل ويعاود إلى ممارسة الرياضة من جديد إن شاء الله ومقابلين إن شاء الله نحن على بطولة البحرين إن شاء الله ومشاركين عدة لاعبين هذه البطولة مميزة جدا في هذا الموسم لأن مشاركة جدا واسعة كانت أكثر من 13 فريق شارك عدد كبير من السباحين من مختلف الفئات الرياضة الباراليمبية تتميز دعم عالي إنجازات عالية الأيام الثلاثة للبطولة تقاربت فيها مستويات السباحين الذين غيروا كل ملامح البطولات السابقة من خلال زيادة المنافسة والقوة أكثر بين المشاركين لتنتج أرقام جديدة تكتب بصفحاتها وكذلك ظهور سباحين جدد بقائمة هذا الاتحاد ظهور مواهف هذا خصوصا من الشباب فيئة الشباب وتم تحطيم العجد من الأرقام العراقية وتحطيم العجد من الأرقام الشخصية للسباحين شاركت في سباق 50 متر حرة وحصلت على المدالية الذهبية والسباق الثاني 100 متر حرة وحصلت على المدالية الذهبية شاركة ناجحة والحمد لله حصلت على المركز المركز الأول 100 متر حرة و50 حرة أيضا ذهب و50 متر ظهر شاركة بطولة رائعة جدا والحمد لله وشكرا خذنا الأربع مداليات نحمد الله ونشكرا على كل حال الكؤوس كانت بانتظار من سيحصل على أكثر عدد ممكن من المداليات فبعد جمع النتائج الأخيرة تمكن نادي الحجد الشعبي من الحصول على المركز الأول بينما جاء نادي الإشراق بالمركز الثاني وكان المركز الثالث من نصيب نادي الجيش العمل الدقيق أعطى النتائج الإيجابية والمثمرة لإتحاد سباحة المعاقين من خلال تحطيم أرقام قياسية جديدة وكذلك ارتفاع مستوى السباحين الذين بعثوا رسائل الطمأنينة بالحفاظ على تألق هذه اللعبة دائما من مسبح الشاب زيد غالب العراقية الرياضية بغداد مشاهدين الكرام قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء من علاوين النشرة متخبنا الوطني يكثف تدريبات لمواجهة سوريا في تصفية مونديال قطر والمهنى يعلن غياب الجمهور عن المباراة أبرزها لقاء القوة الجوية مع نفط ميسان اليوم ثماني مواجهات ضمن الدوري ثلاثين وثلاثين من بطولة كأس العراق ولجنة كرة الصلاة في اتحاد الكرة تسحب خرعة دوري المتاز وللمزيد من الأخبار وأبداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الجديمي فيسبوك ويوتيوب والإستجرام شكرا لكرم المتابعة واللقاء اشتركوا في القناة